كده كل خالصة الحقيقة أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي خلينا نروح لأخبارنا المحلية هنتكلم عن ريشة الطائرة اللي دايما من كلها مكان معنا ريشة الطائرة الخماسي الحديث الجودو التايكوندو الألعاب دي رفع الأثقال الألعاب النهاردة اللي احنا وقفين جنبها بكل ما نملك من قوة عشان تحقلنا السلاح مش عايزة انسى السلاح طبعا مش عايزة انسى الألعاب اللي النهاردة احنا وقفين جنبها كلنا كشعب مصري وكإعلام رياضي عشان باريس عشرين اربعة عشرين هو ده الحلم هو ده الأمل عايزين النهاردة عشر خمسة لعب مصري يرجعوا بمديليات عايزين نعمل قفزة كبيرة في الجدول اللي همبي في المشاركة اللي همبية القادمة خاصة ان الايام دي فيه توافق وفيه زي ما بيقولوا تنصيق عالي جدا ما كانش موجود قبل كده بين وزارة الشباب الرياضة اللي هي ممثلة ممثلة الدولة المصرية دكتور أشف صبحي ومساعدينه ومستشارينه ولجانه وإداراته في الوزارة والتنصيق مع المهندس سياسي الديسا القائم بعمل الرئيس واللي الحقيقة بيبزل موجود كبير عشان يصارع الوقت عشان يتابع الإشراف على لعبتنا والرحلة الأنبية وأول خطوة لنا هي غانا إن شاء الله الشهر القادم الألعاب الأفريقية منتخب ريشة طائرة يغادر إلى غانا المشاركة في بطولة أو دورة الألعاب الأفريقية وهنلاقي الأخبار دي كتير مع نجمنا وألعابنا الفترة اللي جاية كل التوفيق ليهم إن شاء الله منتخبنا الوطن الأول لريشة طائرة سافر النهاردة الصبح للعاصمة الغنية أقرأ وخلي بالكم الطليعة أو البعثة أولا هي سافتة التلاتة اللي فاتت كان معنا يوم الحد كان عبد العزيز غنيم كابتن طبعا عبد العزيز غنيم أمين الصندوق وكان رئيس البعثة وسافر قبلها بأسبوع عشان يرتب وهو بدأت البعثة بقى تروح عشان هو راتب لها الدنيا خلاص إقامة وملعب طيب البطولة تتلعب من ثلاثة عشرين مارس يعني تقريبا حوالي أسبوعين مسابقات الريشة الطائرة تبتدي ببدري شوية لأن كل الألعاب ما بتبديدش في نفس الوقت هتتلعب من ثلاثة لعشر مارس ويخلصوا ويرجعوا وفي الألعاب هتسافر عشر مارس قائمة منتخبنا بتضم من ثمان لعيبة بواقع أربع لعيبة واربع لعيبات وهما ضوحة هاني نور يسري رحمة العدوي هانا زاهر أحمد صلاح أدهم حاتم وكريم محمود عزت وأحمد علي البهنساوي دي قوام منتخبنا وبيكود طبعا المنتخب فنيا كابتن محمود عزب وبترأس البعثة كابتن وليدي الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصر ريشة الطائرة لعيبة منتخبنا مركزة بشكل كبير في البطولة واللي كانت يعني لها إعداد قوي قبل ما تسافر طبعا من خلال بطولة أفريقيا وهتسام في التصنيف العلامي اللعيبة خصوصا أنها آخر مرحلة أهلية الأولوبيات باريس عشرين أربعة وعشرين قبل ما يال الاتحاد الدولي عن أسماء المؤهلين رسميا واللي هتكون في بداية شهر خمسة بإذن الله نتمنى إن شاء الله أكبر عدد من لعبتنا أو الكوتة بتاعتنا أو كوتة أفريقيا يكون فيها عدد كبير من لعبتنا إن شاء الله